اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد فيديو اليوم رح بحكي لكم كل شي بتحتاجه للجولة الثامنة بعد غياب طويل رح يرجع الدوري الانجليزي بكرة شريف جاهز واخيرا جاهز فريقك مجهز افكارك ولا لسه يعني جاهز تقريبا بس لستاتني عم بعمل تعديلات بنسبة تسعة وتسعين بالمية انا ما رح استخدم الوالد كارد رح اخلي الوالد كارد لالجولة التاسع يا لجولة بعدها لسه ما قررت بس رح تبديلات تقريبا بينه يعني اصحاق اول تبديل رح يدخل على فريقي مهاجم نيو كاسل والتحامل كمان عندي تبديل تاني مجاني اتوقع رح اعمل سالب في هاي الجولة رح اجيب سالب اربع رح اجيب ثلاث لعيب اجداد لانه عندي كثير لعبين عندهم بلانك هاي الجولة فبس بشكل عام يعني عندي الافكار لسه بس عم بقرر مين بالظب بدي اجيب انت شو الوضع الوالد كارد جاهزة انا خلاص ام بجهز الوالد كارد ضعي اللاعب واحد مش متأكد منه وان شاء الله بنقرر مع بعض باللايف ستريم خلينا نبلش تمام طبعا زي ما عودناكم بكل اسبوخ والاست الاسبوع بيكون فيه نسبة الاهداف المتوقعة للاعبين اكتر ناس نباعوا واكتر لاعبين نشروا نقاط المتوقعة واخر اشي بنعطيكم خيارات ثلاث لاعبين احنا شايفين انه ممكن يتقلقوا لانهما بشكل عام بتقلقوا ضد الفرق الراح ينعبوا ضدهم فخلينا اوشي نبلش بنسبة الاهداف يا فاروق تمام نسبة الاهداف انا اول اشي طبعا هالند كين ايزاك ميتروبيج انا عندي ثلاث لعبين من هدول عندي جبت بالوالد كارد تاعي هالند ايزاك وميتروبيج فمتأمل بصراحة انت شو وضع عندك يعني بالاخر احصائياته يعني احصائيات بس انا متأمل بتأمل منها احيانا لا والله الاحصائيات فيها كيرا لعبين يعني حتى لعبين نصحنا فيهم على انستغرام كلاعبين موجودين زي واتكن زي ريتشارلسن يعني هذي بتعطي انه احنا فهمين شو عم نعمل يعني وانو الوضع تمام من ناحية ايار بس ايلا بس حتى اصحاق كمان كان من لاعبين ايزاك موجود بس انا صحصيا شايف انه كين باستحق يكون بالمركز الاول انه رح يكون كابتني بالجولة كين على اغلبها عشان هيك يعني بس بشكل عام اتوقع رح يكون فيها اهداف الجولة طبعا ناقصها ليفر بول ناقصها صلاح بصلاح بصلاح القديم طبعا ناقصها كمان لاعبين تشيلسي يعني مش مش كامل مية بالمية بس هلا طبعا دائما بتصدر القوائم كل هذا الموصل اللي بعده اللي هي نسبة الكلين شيت طبعا كل حدا عم بفكر بالوائل كارد او بتبديلات ويجيب تريبيير يجيب بوب وللسبب انهم رح يلعب ضد بورموث بها الجولة وشايفين عشان هذا السبب هم من اول مركز من ناحية الكلين شيت المتوقعة بس الارقام شوي واطية يعني ما في اشي فوق ال 50 بالمية بالعادة بيكون مثلا سيتي او ليفر بول بيكون اشيو 60 او 57 او 58 فهم بتفرجي انه ممكن الجولة ما يكون فيها كتير كلين شيت بس انا بالنسبة لنيو كاسل شايفة ضد بورموث مباراة سهلة بارضهم لنيو كاسل تريبيير بوب افضل خيارات بتوقع انهم يجيبوا لكلين شيت صحيح انا متوجه زي ما حكيت اكثر الناس اللي عملوا والد كارد توجهوا لنيو كاسل عندي تريبيير وبوب منهم صراحة ومش بس لهاي الجولة يعني حتى بشكل عامي الجولات القادمة بنيو كاسل بالنسبة للناس اللي عم بيساووا فري هت صراحة يعني بيقدر كثير يستفيدوا من هذا الفيديو عشان رح يعرفوا الفرق المباراة تسهل الفرق الاكثر تهديفا توقعا واكثر كلين شيت متوقع فحاولوا تستفيدوا من هذا الفيديو وانتو بتقرروا للفري هت بتاعتكم اه طبعا لاعبين اكثر بيعا اه والله اجا اليوم وشفنا صلاح اكثر لاعبين باع يعني احنا من زمان نلعب بلعبة وصلاح لنا اساسي دايما وكابتن دايما اه التاني اكثر لاعب يباع ارنولد بعدها دياس بعدها جروس لعب برايتن اه طبعا ممكن يكون سبب كبير هو البلانك اه انا جاي احكي يعني ازجاد صلاح مثلا يعني صلاح اكيد في سبب انه اداءه شوي سيء بداية هذا الموسم بس كمان في سبب كبير انه مباراته بلانك وبعدين برايتن بعدين ارسنل بعدين سيتي فجدول صعب يعني ونفس الاشي دياس وارنولد واللعبين اكثر شراعا عندنا تريبير بوب عشان زي ما حكينا جدولهم سهل ودفاعيا اقوياء جدا وديبرويني عشان هو توقع على السريع تبدل من صلاح لديبرويني اسرع تفديل وبعدين عدنا متروفيتش متروفيتش كمان جدوله تحسن وعنده مباراة د نوتنغان فورست فمتوقع وهو اصلاع عم بتعلق حاليا ارقامه احسن ارقام من المهاجمين الثلاثة يعني اللي هم توني متروفيتش وصحاق متروفيتش عم بيكون عنده احسن ارقام حاليا بس اصحاق لانه لسه جديد فلسه ارقامه مش كيرا بينه بس شكله رح يكون متعلق كمان سهي بعدين عدنا النقاط المتوقعة النقاط المتوقعة سنو كين بتصدر القائمة حين عبدو دلستر التاني اضعف دفاع في الدوري هذا الموسم بعد بورموت استقبل كثير اهداف اخر مباراة لهم كانت ضد برايتن واستقبلوا خمس اهداف فيها فطقع ان الاسنو كين رح يكون في حصة كبيرة من النقاط والاهداف والاسستات ان شاء الله سن يرجع على مستوى كين يعني ما عم بيقدم اي مباراة خارقة يعني عندي اياه من اول الموسم انا بجيب عم بجيب نقاط بس ما عندي ولا مرة جاب اكتر من عشرة يعني بس يعني مش مديش منه اشي وارد يعني حطوا عندي اذا جابت كمن تصدي بمباراة فيها فرص كثير ممكن يعني زبطنا بس غير هيك اتوقع انه سون كين هلندي يعني الله انا خايف من كين خايف منه اه خايف منه اه اه كثير ماشي عندهم يعني شوف شو بس لا شو اللي كثير ماشي دوب خمستعش في المية للونر طب الكتاري اذا ما دول بلناحة دول مش تفرنش في الويل بس عندك انت تلعبين تانين ان شاء الله خير ان شاء الله خير وبس وبعدين عندنا هلن طبعا دايما موجود في القوائم كلها دي برويني اسحاق واتكنز مش عارف انه هون دينة ما مرطيش موجود لوكا دينة بالمدافع أستنفيلة ممكن عشانهم ضد سوف هامتن بأرضهم متوقعين بس ما بشوفه يعني داعي انك تفكر فيه انك تجيبه يعني فخ هذا زي كيف فخ اكتر من فخ في الفانتسي دينة اكبر فخ الموسم الماضي وهذا الموسم شريف متاعا الماكلة الماكلة انا جبته اولية الموسم بفريقي انه عساس انه دفرنشل ولاعب غيره واسطنفيلة عندهم ثلاث مباراة سهلة بالاول اول مباراة لسه اجاب غول بحاله موسم الماضي لسه اشي كمان جبته ما عمش اشي اكل ماينس بلا اذكر اشي زي هيك طبعا بننتقل الى احصايات اللاعبين ضد خصم الجولة طبعا الهايلايت واكبر اشي هو اللي حكيت منه اللي خايف منه كين يعني ضد لستر اكم مباراة لعب يعني تقريبا الناس يعني لازم نصيروا حطه مباريات ايوا نعب اربع عشر مباراة لستر بالبريمير ليك سبع عشر جول وثلاثة ستات كبتينية يعني له على لستر فكين بخوي في صراحة والباقي صان ودبرويني اظن انه لستر فريق كين المفضل ما تكدت من الاحصائية مية بالمية لا لا هو هيك صح اه فكين خطير جدا ودبرويني مباراة حلوة ايش حكيت انت توقع جاب هاترك اخر مباراة للولفس الموسم الماضي اه ما احزا حدا بتذكر بجولة الدبل الستة وثلاثين اظن كانت اه اظن كانت اه اظن جيمويك ستة وثلاثين دبل كانت ودبرويني لعب ضد وولفز وجاب هاترك ووقتيها في كلير ناس كان عملينا تريبل كابتن كمان اهاي الجولة وظبطت معهم جاب اكتر من مصلاح جاب بالجولة ستة وعشرين بالتريبل كابتن صحيح وتوقع هيك خلاص سون يعني عندك تحكي عنه لا ما بدون نحكي عنه ايش يعني سون خارج الفور ما بتعرف ممكن تلاقي المباراة الماضي جاي تلاقي رات شارلسون كولوتشيفسكي كين عم بلعبه وسون على البنش ما بنعرف كيف المداور راح تصير بس يعني مباراة سهلة لتوتنام بشكل عام فطبت عم لعبينهم كلهم بتطلقوا يعني صحيح تمام وهيك بكون وصلنا لاخر الفيديو شو بنا نطلب منهم دايما يا شريف متابعين نايك وشير وسبسكرايب وكل اشي رياكت كبير ايشي بزبط معكم من هذا وتعالوا على اللايب ستريم كمان عشان نناقش مع بعض كل افكارنا ونجاوب على كل اسئلتكم ماسلام